بسم الله الرحمن الرحيم نسعى للسعادة هناك مجلة اسمها مجلة أبحاث أو دراسات السعادة هناك جامعات كبيرة تنفق ملايين الدولارات على أبحاث تتعلق بالسعادة أيضا طيب كيف يحدث ذلك والقرآن كأنه يقول لنا لا سعادة في الدنيا انظروا أيها الأحبة دعوني أولا أستعرض الآيات التي ذكرت السعادة في القرآن هناك آيتين فقط في سورة هود الآية 105 و108 الآية الأولى تقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه كل إنسان سيأتي لا يستطيع أن يتكلم أو يتحرك أو ينطق إلا بإذن الله طبعا ثم هنا يأتي التصنيف فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد إذن يوم القيامة هناك إنسان سعيد وهناك إنسان شقي الآية الثانية ما هي وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها إذن هنا ملمح ينبغي أن نتدبره نتأمله أن السعادة ربطت بالإيمان وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءا غير مجذوذ أي غير منقطع طيب ما هي العبرة أيها الأحبة أن نجد كتابا ضخما مثل القرآن فيه يعني مفردات القرآن بحدود 16 ألف مفرد أو أكثر حسب الرسم ويوجد فقط لفظين في القرآن يتحدثان عن السعادة وكلهما في الآخرة كأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان إذا كنت تبحث عن السعادة فبحث عن الآخرة لا تبحث عن الدنيا إذا كنت تريد السعادة الحقيقية هي في الآخرة وليست في الدنيا الخسارة الحقيقية ما هي أيها الإنسان أيها البشر أيها الناس الله تعالى يقول لنا يعرف لنا الخسارة قل إن الخاسرين من هم الذي خسر في الامتحان لا الذي خسر في التجارة لا الذي خسر معركة لا الذي خسر مبلغا من المال لا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الخسارة الحقيقية هناك أيها الأحبة ليست في الدنيا هذه الدنيا سنمر جميعا عليها مرور الكرام هي الساعة من ساعات يوم القيامة ليس من ساعات الآخرة الآخرة ممتدة لا نهاية خالدين فيها أبدا ونحن نعلم من قوانين الرياضيات أن أي رقم مهما كبر بالنسبة لللا نهاية يعني بالنسبة لخالدين فيها أبدا يعتبر صفرا لا شيء لا شيء أبدا حتى لو كان مليون مليار لا يعتبر شيء أمام اللا نهاية إذن أيها الأحبة مهما عشت في هذه الدنيا لن تحصل على السعادة الحقيقية إلا بدخول الجنة لأن هذه الدنيا فيها مشاكل فيها أمراض فيها موت فيها ظلم فيها هموم بينما في الجنة أولا لا يوجد خوف لا يوجد حزن على ما مضى ولا خوف مما سيأتي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يوجد في الجنة مرض لا يوجد بكتيريا وفيروسات وخوف وأمراض ومشاكل لا يوجد لا يوجد من يتحكم بك في الجنة أنت مع الله مباشرة لا يوجد جوع لا يوجد عطش لا يوجد نقص لا يوجد عملة تتعامل بها كل شيء متاح لك أيها الإنسان أيها المؤمن في هذه الجنة لذلك أحبتي في الله أنا أحبب من خلال هذه الدقائق القليلة أن أقول لكم إن السعادة ذكرت في القرآن فقط مع الآخرة ومع الجنة تحديدا دعوني أختم بهذه الآية تذكرها جيدا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أعطاء غير مجذوذ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السعادة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر